إلى معالي الوزراء الكرام نحن اليوم فريق واحد ونحن عندما انتخبنا انتخبونا الناس حتى نتكلم باسمهم وهمهم وبالتالي آملين منكم وبكل احترام أن تأخذوا كل معلومة وكل أمر يطالب به أحد الزملاء النواب بكل جدية وأن لا تكون عندما تخرجون من هذه القاعة إذن منطين وإذن منعجين فنحن اليوم فريق واحد وعندما ننتقد لن ننتقد الشخص نحن ننتقد أداء ننتقد مؤسسة لا ننتقد شخص ونريد أن تكون إجابتكم كما نعرفه عنكم من خلال السيفي بأنكم أصحاب عقول وخبرة ونحن نعتز بكل شخص فيكم وبخبرته تقدمت سعادة الرئيس بسؤال إلى معالي وزير المياه والري المحترم ما هي خطة وزارة المياه والري لحماية قناة الملك عبد الله في وادي الأردن وذلك لتفادي حالات الغرق المتكررة أعتقد معالي الوزير شخصيا أنه يعلم طبيعة هذه المنطقة وأنت وزير سابق ويعني لفيت ورحت على بلاد اللي برة واتطلعت على تجاربهم يعني اليوم هذه القناة عمرها من عمر مملكتنا الحبيبة وما زالت تحصد أرواح أطفال أبرياء لا علاقة لهم يعني مع كل هذه الإجراءات والإجابة تبعت معالي الوزير واسمح لي سعادة الرئيس خليني نتناول إجابة معالي الوزير وضع إشارات تحذيرية على قناة الملك عبد الله وزيادة عددها سنويا يعني كل مرة بنزيد والحالات الغرق موجودة معاليك وما بدي أطيل بالحديث أنا بدي أعطيك المختصر إن شاء الله يعني إحنا بنزيد الإشارات وقاعدة بنزيد حالات الغرق وهذا بنبهنا لشيء يعني ما بدنا نحكي وأرجو أنك تفهموا من خلال حديثي هذول أطفال أبرياء ما لهم علاقة بيطلع من المدرسة بيروحوا صديقوا بيقولوا ما إحنا كنا أنا بقول لك أنا كنت أسبح فيها أنا وأنا صغير هاي القناة لا أبو يعني أبو بالدوام أم في البيت لما إنا نطلع أطفال إحنا بقال تعال روح خلني يجي يعني أنا بدي أطلع على لوحة إرشادية إيش الكلام هذا يعني خلينا نكمل النقاط اللي جاوب عليها معالي الوزير تسييج القناة في المناطق الحساسة والتجمعات السكانية والجسور والتي تصنف بأنها خطرة أنا هون انبسطت من كل جوابك إنه اليوم الحكومة اعترفت إنه هذه القناة خطرة يعني تشكل خطر يعني هاي يبي جوابك يعني إنه هناك فيه خطر وهذا لب الحديث اللي بدنا نتحدث فيه بما إنه فيه خطر طيب كيف بدنا نتفادي الخطر وكيف بدنا نتفادي نتفادي أبناء هذا الوادي الذين لا ينعمون بشيء لا تنمية ولا شيء وهم جزء من هذا الوطن وعندهم انتماء وعندهم ولا سيدي العمل على صيانة طريق القناة يعني مش فاهم شو الإجابة أنا والله من أفهمها قسما بالله